نائب العام المحترم حمد الصاوي وانا قلت هذا الكلام مش من دلوقتي من اول يوم كل بياناته بتدعو الى الفضيلة وكل بياناته بتدعو الى التآم شامل الاسرة كل بياناته بتدعو الى علاج الامراض الاسرية وانا بقول امن الاسرة المصرية في خطر الامن في خطر ليه لانه في وافد جديد انت قاعد وعليك قاعدين جنبك وقاعدين في البيت عالك قفل عليك الباب وتمام التمام ومتطومن على عيانه ونايم وبتشخر شايفش ان فيه غرف مغلقة وفيه برايفت وفيه وكيل والبنت بتطلع اقولك افتاح الفيديو بتاعك وتاخد 9000 جنيه وتمان تلاف جنيه وعشر تلاف جنيه وكذا وكذا الكلام اللي بقوله صحيح الكلام اللي بقوله مزبوط مش بقول اي كلام بقول كلام وعندي وقائع وعندي معي فيديوهات ومعي حاجات وناس كتير جدا انا في القناة اتصل لناس كتير يقولك انا كنت معاهم وعايز اقول انا كنت معهم وعايز سجل بنات ولاد وغير وغير النهاردة القوات الأمن القوات المعنية القوات الأمن الوزارة الداخلية قامت بالقبضة على البنت وإجراء التحقيقات ويتحولها النيابة والنيابة قائد التحقيق لا فلامة لي الموضوع في طور النيابة لا أتكلم بشكل حول القضية مش في القضية نفسها بقول تاني أنه حد يقولك يا أخي دي بنت صغيرة فاهم وزعلان فاهم ومتألم فاهم ومتألم جدا وبدعوا المجتمع أنه هو ينتفض المجتمع المصري البنات بناتنا كلهم الموجودين قدامي واللي بيتابعوا وغيره حافظوا على نفسكم وخافوا على نفسكم واحد يقول لي حد بيقول لي من شوية دول ناس غلابة وبنات غلابة وما عندهم شو قاليهم طب ما إحنا غلابة وكنا غلابة والدنيا ملينا غلابة هل معنى أنه الغلبان يعمل حاجة غلطة ما قول لازم ننتبه برضو ما هو الدراما الخاطئ زمان كان بتديه بوحدة أنا أسف يعني فتاة ليل وروح جايب أنها بتروح الأماكن الضعارة عشان تجيب فلوس عشان تروح تجيب الدول أمها فبتخلي المشاهد يتعطف معها يعني في الأفلام الأديمة والجديدة وغيره البنت أنا بفتكر وأنا بتكلم يا جماعة عشان بس الأمور ما تخرجش من إطارها السياق العام بتاعها لم أتصيد وده مش دوري ولا البنت قالت أنه ده اكتزأ والمزيع لعبها صح يا بنت مزيع إيه يا بنت؟ يا بنت أنت أصغر من عيالي المزيع لعبها صح؟ قالت كده والله وأنا مش عايز أحبسه أنا مش عايزة أنا والله ممكن أسجينه وأحبسه يا بنتي أنا هو أنا عايزك تتحبسي هو أنا فرحان باللي حصل أنا كأب وكمزيع وكواطني وكمواطن يعني حزين لما جرى ولم أكن أتمنى أنه يجري ما جرى لكن المجتمع مسئوليته صعبة اللي أنت عملتيه أنت دعيتي قلت عايزة بنات مواصفاته المؤدبين ومحجباته إلى آخره يفتحوا اللايب عشان ياخدوا فلوس هيعملوا إيه يا بنتي؟ ده كان السؤال بأسأله وانت بتقولي معاك ورق ومعاك وكالة هل الورق ده رأس بالدولة تعرفه؟ ولا المورد دولة؟ هل الفلوس تتاخدوها بتفعلها درايد؟ ما هناك كل هي أسئلة معروفة ومشروعة هل بنتي مش ممكن تخش على ده تقول البنت شكلها محجب ومؤدب فأنا أخش معاهم أنت عارف الخطوة اللي بعد كده إيه؟ أنا أعرف كأب الخطوة اللي بعد كده إيه؟ شفت بقى الخطوات اللي بعد كده فيه لايكي وتانجو وبانجو وغيره لا غرف ده غرف لممارسة الدعارة الرقمية المميكنة بشكل واضح اللي عايز يصدق أهلا بيه واللي مش عايز يصدق هو حر أنا بلغت كل أنا بقول المعركة ليست معركة قانونية القصة ليست قانون ونيابة وشرطة والله القصة قصة رب أسرة ولي أمر أب أم كل أمر ثاني بعيد ثاني لأن الموضوع يبدو أنه احنا فتحنا باب ما كناش متخيلينه فيه 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 مخاطر على الأسرة خدوا بالك من عيالكو خدوا بالك من أساركم اشتركوا في القناة